بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهاد الأمين محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين وعلى من تبعهم بهدى وإحسان إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين وبعد إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إطلالة جديدة من هذا البرنامج الجديد هذه الحلقة الثالثة في برنامج نوافذ وأنا بمناسبة النوافذ وموجة البرد اللي بدأت أنتم أكيد مقفلين النوافذ لكن بقيت هذه النفذة المهمة على هذه الشاشة المباركة شاشة قناة الندى الفضائية نصحح فيها أفكار مغلوطة ونقاوم كذلك فيها يعني هجمة شرسة على التراث الإسلامي أو ثوابتنا الإسلامية لأنه من حين لآخر قدرنا في بلادنا المسلمة وفي مجتمعاتنا العربية المشهد الثقافي يبرز من جنباته بين الحين والآخر كتاب مشاهير وبعضهم طاعن في السن للأسف الشديد لكن لا يجد إلا أن يختار الجانب الأقصى اليسار ليس بالمعنى السياسي لكن الجهة المستنكرة يعني فينتقد أو يحاول أن ينقض بالضاد يعني ثوابت الإسلام وأعمدته التي لا جدار لنا أقوى منها وهو الجدار الوحيد الذي تستند عليه أمة الإسلام أنا يسعدني دائما في كل حلقة أن أكون بين يدي هذا العالم والمفكر والأديب الكبير أستاذنا الدكتور حسام عقل عضو هيئة تدريس بجامعة عين شنس مرحبا دكتور مرحبا أهلا بك أستاذ مصطفى العالم الإعلامي الكبير الله يكرمك دكتور الحقيقة هو دائما بقول كده من قلبي وأقول السادة المشاهدين كذلك يعني بيتواصلوا معنا يشهدون أنها وجبة دسمة من الفكر ومن التصحيح ومن الاستنارة التي ربما في مسيرتنا الإسلامية والدعوية نفتقدها ربما بعض الشباب والمسلمين يميلون إلى قراءة الكتب الشرعية هذا شيء جيد طيب لكن مقاومة الأفكار الهدامة التي تأتي على وتلقي الشبهات في هذا البحر الرائق من تراثنا العظيم الذي يعني ورثته أجيال كثيرة وسترثه بإذن الله مطهرا إلى يوم القيامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجيل القرآن الفريد جيل الصحابة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام والذين دفعوا ثمنا باهظا لخدمة هذا الدين عرق ودموع وشهادة في سبيل الله ثم يأتي كاتب بعد ذلك أو بعض المنمودين بجرة قلم أو في رواية أو بعض سطور يهدم قصة كالإسراء والمعراج يغيي يعبث في التاريخ والجغرافيا ليشوش على أمة مشهولة بتفاصيل أخرى أبرز هؤلاء رجل طاعن في السن روائي كبير مشهور له طبعا حضور يقول أقوال شديدة الشزوز والغرابة منها مثلا أنه يقول كما جاء في بعض كلامي بيقول أني قطعت على نفسي وعدا وأنا في سن العشرين يعني في بكورة شبابه بأن يغير وجه الثقافة العربية فما هي أبرز تجليات هذه المحاولة سواء منه أو من غيره في تغيير وجه الثقافة العربية ما هو المقصود بالثقافة العربية وما هي أدواتهم في محاولة تغييرها دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد الرسول الله ثم أما بعد فأحيي حضرتك على هذه النافذة الضرورية وأعتقد أن سياق تطور الأحداث في الأسبوع المنصرمة أو الماضية يثبت أن هذه النافذة ضرورية ضرورة الماء والهواء والغذاء لأن الهجمة هذه المرة مركزة وهي لا تستهدف الإعاقة أو تلويث الساحة ببعض العكار الهجمة هذه المرة تستهدف الاستئصال وأنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي لأنه إذا قلنا في الحلقة الماضية إن هذه الوجوه لا تتحرك من تلقاء ذاتها وإنها جزء من منظومة يجري غرس بذرتها في المنطقة العربية والإسلامية وبقوة بما يقتضي ذلك من استئصال ولاءات وعقائد وبالتالي عملية حالة العقائد والمذاهب بدأت الآن بدأت في هذه اللحظة التي نتكلم فيها وإذا قلنا إن الاستعمار بلغ مرحلة من الذكاء والدهاء الاستعماري بحيث إنه لن يصنع هذا بنفسه حتى لا يتكلف مالا ولا يتكلف رجالا ولا يتكلف أسلحة تستهلك ولا يتكلف أنفسا تزهق من أبنائه لكنه يصنع ذلك بطريقة مديرن جديدة إنه يصنع مخالب قط في كل قطر عربي وإسلامي طليعة أو تسمي نفسها طليعة وتبدأ في تلويث عملية الوعي وهذا الاستقصال المهمة الاستقصالية بما يقتضي هذا من حالة الثوابت يعني الضربة هذه المرة ليست للهوامش ولا للحواشي لكن للمتن استقصال هذا المتن بحيث تبقى المنطقة مهيئة بحالة من السيولة لوضع سايكوزبيكو الجديدة ومخطة الشرق الأوسط الجديد واعتقد أن حجر العثرة أمام هؤلاء هو الإسلام بولاءاته وعقائده وميراثه وفكره وتاريخه ولذلك إحنا في الأسبوع الماضي ردينا على رجل كان وزير ثقافة سابق يعني العبارة تبدو في الظاهر لا تسيء إلى أحد لما ييجي وزير الثقافة يقول في معرض المقارنة بين الإسلام والمسيحية معين المقارنة هنا حتى تحمل منحا طائفيا رديئا يعني من طالب بهذه المقارنة أصلا المسيحيون يعتقدون ما يعتقدون والمسلمون يعتقدون ما يعتقدون وتجمعهم شراكة الوطن لكن لماذا تأتي أنت إلى هذه المساحة الشائكة ككاتب ومفكر ووزير ثقافة سابق وتستدعي فكرة المقارنة أصلا يعني فكرة المقارنة استدعاؤها عمل طائفي بامتهاز ثم يقول كما يبدو أنه يجامل على الأقل فإن المسيحية لم تعرف العنف المسلح طب ماذا يفهم من هذا فيما يسميه البلاغيون مفهوم المخالفة النحي المقابلة أن الإسلام والعنف المسلح وجهان لعملة واحدة نحن رددنا عليه في حينه وقلنا له يعني خلينا نقول بحقائق التاريخ يتطور في الخطاب في هذا اللون من الخطابة دكتور يعني الكلام كان عن جماعات العنف التي نستنكر أعمالها جميعا ثم بعد ذلك تقدموا خطوة أخرى لأن الإسلام نفسه هو دين عنف بالضبط يعني خطوة جديدة بالفعل هذا هو الجديد أنه كان في البداية بيستهدف أحد يتهمون بالتطرف أو التزمد أو الحياد عن الطريق الاعتدال والقصد والوسطية الآن الضربة تتوجه إلى الإسلام نفسه كانوا يقولون مشكلتنا مع هذا الدين يعني لما تشوف حضرتك ما يسمى منظمة في ألمانيا تسمى الاتحاد المدني للجمعيات الألمانية رفعت قضية أمام المحاكم الألمانية في يامبورج للمطالبة بسحب نسخ القرآن من الأسواق على أساس أنه كتاب يدعو إلى العنف والاقتتال والتطاحن الداخلي هل المستهدف هنا الجالية الإسلامية في ألمانيا؟ ولا المستهدف القرآن نفسه؟ أعتقد أن هؤلاء مخالب القط في العالم العربي كما أسميناهم يتحركون بنفس الاستراتيجي يقولون الآن ضمن سياسة تجفيف المنابع ليست المشكلة في أحد ولا في تيارات ولا في كتل شاردة خرجت عن حالة الاعتلال دا المشكلة في هذا الدين عقيدة وشريعة وتاريخا ورموزا يبقى لابد أن ندخل فيما أسميناه في صدر هذه الحلقة مخطط لاستقصال أنا قلت لهذا الكاتب في مقال طيب امسك فقط محاكم التفتيش في القرنين الخامس عشر والسادش عشر في القرنين الخامس عشر والسادش عشر الميلادي عدد ضحايا محاكم التفتيش في بعض التقديرات خمسة مليون من البشر خمسة مليون دا يعني حجم دولة فإذا قلت لي أن المسلمين دينهم دينه عنف واستقصال طيب ما رأيك في هذه المذبحة لخمسة مليون من البشر وعلى فكرة في بعض المتاحف حتى الآن بتعرض أدوات التعذيب التي استخدمت في محاكم التفتيش هتلاقي حضرتك من ضمن المعروض كرسي كهذا الكرسي الذي نجلس عليه كله مسامير يعني الكرسي نفسه مصنوع من المسامير في الأعدى وفي الظهر أو المسند بحيث اللي يجلس عليه جسمه يتحول إلى غربال أو منخل وليه نرجع للتاريخ القديم تاريخ الجديد حتى يعني التاريخ الجديد ما حدث للمسلمين في البصنة والهرسك بشاعة يعني ليس مجرد قتال بس أنا عاوز أقول أنه هم يبرؤون لكن الطائرات الفرنسية في العراق لا توزع الحلوة والطائرات الأمريكية وصواريخ كروز لا توزع الحلوة ولا تقدم هدايا بابا نويل تحصد النساء والأطفال وبتالي الآن هلك من العراقيين بسبب الغارات الأنجلو أمريكية والغارات الفرنسية فيما بعد ما يقرب من مليون ونصف من البشر حتى الآن يعني دخلوا العراق بهذا المخطط السمج القذر بزعم أن فيها أسلحة دمر شامل ثم أتى سياسي أمريكي بعد ذلك ليعتذر ويقول فهمنا الموضوع خطأا ولا توجد أسلحة دمر شامل طب فهمت خطأا بعد إيه؟ بعد أن دمرت وطنا دا كله في الأسبوع الماضي هذا الأسبوع منذ يومين أو ثلاثة أيام يظهر هذا الكاتب وبالمناسبة أن صلة بهذا الكاتب ليست وليدة الأمس القريب هذا الكاتب أولا فصل من الجامعة من قبل بسبب هذه الأفكار لكن عاود المغامرة مرة أخرى خارج أسوار الجامعة وبفجاجة أكبر هو كاتب روايي وأنا شخصيا ناقشت له رواية قبل سبع أو ثماني سنوات مع أستاذنا الدكتور صلاح فضل كان رواية اسماع ززيل من أشهر رواياته يعني أثرت جدلا أثرت جدلا مع الجانب المسيحي يعني بدأ يشتغل على فكرة اللهوت وحتى تحركت رفع الدعاوة قضائية لكن الآن المغامرة تنتقل إلى الجانب الإسلامي هو عمل قبل كده رواية اسمها النبطي قال فيها رسالة شديدة السمية والخطورة أنا أقول لأننا نتتبع تاريخا يعني يبدو أن هذا الرجل كان يمهد لهذه اللحظة منذ سنوات في رواية النبطي هو أراد أن يقول رسالة هو قاله من وانا عند عشرين سنة بالضبط يعني عايز أغير وجه الثقافة العربية فالراجل يعني نشأ على هذا يعني تغيير وجه الثقافة العربية كلمة أو عبارة بريئة في الظاهر لكن لا تشي بهذه النتيجة الكارثية بالقطع في رواية النبطي هو يريد أن يقول أن فتح مصر تم بخديعة وإن إحنا جرت العادة عبر سنوات وعقود وقرون أن نجمل عملية غزو دموي باعتبارها فتحا وإن المصريين كانوا في حالهم وجاء هؤلاء المسلمون القساه الغلاظ الغزاه ليفسدوا على هؤلاء سكينتهم وسلامهم الاجتماعي وبدأوا يعملون في المصريين تقتيلا وتخريبا واستنزافا للخراج والضرائب هذا الكلام وجامع عمر الفاتح لماذا ترك الكنيسة التي بجواره لا ما إحنا لسه نرد بس أنا أقول أنه دي كان الشق الأول من المغامرة أو المخاطرة أنه عاوز يقول والله ما حدث في مصر أنتم أسميتموه فتحا لتقنعوا أنفسكم بالأطماع الاستعمارية زي بالضبط صاحبنا وده يعني رجل قانون مش هنقول اسمه لكن برضو الصحافة اصطنعت منه مفكرة كلمة مفكر الآن بقت يعني أي حاطب ليلة في الغابة أو في البرار والحقول ياخد أي حاجة ويلصق هذا اللاصق كلمة مفكر يقول طب ولماذا اتجهت الفتوح للشمال ليه المساحة من الإسكندرية إلى طنجة هل عشان الستات شكلهم حلو؟ فيبقى الهدف هو الناحية الشبقية أو الناحية الشهوانية أو استنزاف الثروات طب ما روحتوش بالفتوح لأحراش إفريقيا ليه يعني لماذا كان هذا الشريط؟ طيب ماهو ده مغمز في الفتح طبعا وصاحبنا هذا الذي نتحدث على الطاولة اليوم عن كتبه يكمل نفس الفكرة أنه يريد أن يقول جاء المسلمون إلى مصر بهدف استنزاف الثروات وبهدف احتلال هذا القطر ونقول أنه هو يمتص أو يبتز خيرات البلاد لآخر قطر حضرتك رددت ضمنا أنه طب ما نسأل نطرح سؤال أنت بتقولي في رواية اسمها النبطي وطبعا الرواية هنا أيضا وسيلة بالغة الاتخابث واللؤ لأنه لو حضرتك سألته سألته قانونا أو سألته فكريا نقولك درواية ده قال بتخيلي ما تحملش سطور الرواية بأكثر مما تحتمل أنا راجل أجمح مع حصان الخيال وهذا حقي أنا لا أكتب تاريخا فتنصل مما كتب فمجرد وضع هذه الفكرة السمية في قالب تخيلي وهو القالب الروائي ده نوع من الاتخابث الشديد ودي واحدة من المصطلحات الشائكة اللي هي كنا عن نعيشها ونعيشها في حلقات مسألة حرية الإبداع مفهوم الحرية هذا الصنم الذي يعبده بعض الكتاب والمفكرين وباسمه يعني يخدعون الجماهير ويحطمون الضبط وهو أنا حضرتك تتذكر قبل سنوات ما سمي بأزمة الروايات الثلاث ثم بجاء بعد ذلك أزمة روايات حيدر حيدر ثم جاء بعد ذلك بعض القصائد لما شاعر يقول لي الرب يزغط البط ولما شاعر تاني يقول لي عشرات ومئات السماوات فوق رأسي ولا إله يسمع لي طيب يعني هل الهدف مع هذا التراكم لهذه الملاحظات لما يكتب لي واحد مثلا من هؤلاء على صفحته الشخصية على الفيسبوك يقول أبغض يوم إلى نفسي يوم الجمعة كده يعني طب يعني حتى بعض الناس سألوه طب ليه ما هو يوم كأي يوم قال أنا كره طب يدي للناس حيثيات وأسباب كره ليه هل الفكرة هنا أنه يرتبط دينيا بقالب ومنظومة الثقافة الإسلامية أنا أقولها بصراحة ممكن قلتها لحضرتك في الكواليس الآية دي لها دلالة عميقة جدا ودقيقة جدا تحتها ضعما تشاء من الكارهين الإسلام وإذا ذكر الله وحده هذا اللفظ القرآن البديع شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة بعيدا عن بقى أي خطاب تكفيري لكن أنا مركز على كلمة شمأزت هذه اللفظ القرآن البديع حضرتك على هذا التعبير وكأن القرآن يتشف بقرن الاستشعار ما سيكون لو لاحظت حضرتك أن هذا الكاتب اللي كتب رواية النبطي لما استضيف قبل ثلاثة أيام وطرح هذا الكلام عن القدس وعن بيت المقدس وأنه المسجد الأقصى في فلسطين الذي ظرفنا الدموع عليه كل هذه العقود كنا واهمين وكنا أغرارا في دموعنا لأنه ليس موجودا هناك بل هو موجود في الطائف لو حضرتك عملت كلوز على الوجه وهو يتكلم وهو يخاطب المتحدث ويخاطب الجميع أولا تلاحظ مبدئيا شيئين تلاحظ حضرتك أنه امتنع عن أي مناظرات يعني بيشترط قبل دخول الستوديو أن يكون الرأي الآخر غائبا وهذه أول ضربة للعمل الإعلام المهني لأنه زي ما حضرتك علمتنا وأساتذة الإعلام علمونا أنه من أول أبجديات العمل الإعلامي ما يسمى toleration أن يكون هناك رأي آخر لكن أنا أعد لوحد كده في البراري والحقول والصحراوات أقولي اللي أنا عاوزه فكرة المناظرات تلاحظ حضرتك أنه هو في كثير من البلاد العربية للأسف هي خديعة كبرى لتمرير رأي واحد بالضبط لا هو من البداية الرجل يعني يسقط كل الأقنعة ويرفض وجود أي أطراف معه أخرى في الستوديو وهذا أول دليل للضعف رقم اتنين هتلاحظ حضرتك أنه يشترط ألا تكون هناك أي مداخلات تليفونية يعني كما يقال في الموسيقى العزف سولو عزف منفرد يظل وحده يقول ما شاء طول الوقت طبعا نحن لا نضمن أن يكون الطرف المحاور معه بقدر من الثقافة بحيث يوقفه متى لزم الأمر أو يستوضح ما استبهم على الناس متى لزم الأمر أو يصحح له الأخطاء مثلا ما فيش ده يعني عزف سولو منفرد لمدة ساعة نوع من تسميم الولاءات وتخريب الوعي دون أي إعاقات من أي طرف نشاز فكري على الخط طيب صاحبنا بيقول في رواة النبط أنه والله المسلمين كانوا غزاه شأنهم شأن الروم شأنهم شأن المغول شأن التطار شأن أي كائن غازي طب إحنا بنطرح سؤالا إحنا عندنا حساسية من التسمية دي دكتور يعني فكرة الغزو أصل فكرة الغزو ترتبط بأهداف دنيوية يعني ما فيهاش الرسالة الحضارية ولا الملمح الأخروي أو الملمح الحضاري الذي كان طابعا للفتوح الإسلامي لكن هناك غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام لا هي الاستخدام الاصطلاحي الآن لما يقول غزو العراق للكويت أو غزو الاستخدام الاصطلاحي والإيحاء الاصطلاحي ما هو دلالات الكلمات بتتغير يعني حتى في اللسانيات أو في علم اللغة أو ما يسمى لينجوستيكس يعترف علم اللسانيات بأنه دلالات الكلمات تتغير فهو اللي بيستخدم التعبير ده الآن يريد أن يستثمر الإيحاءات السلبية له حتى ولو كان له غويا غير صحيح هو ليس معنيا بتصحيح المصطلاحات فإحنا نقول له طيب هو عندما جاء المسلمون إلى مصر هل كانت الأمور في مصر حنطة وعسلا؟ ولا الرومان كانوا يعني يصلون المصريين سوء العذاب طب هنسأل سؤال رأس الكنيسة المصرية في مصر يوم جاء عمر بن العاص سميها بقى غازيا فاتحا سميها كما شيء بن يمين أين كان البقاب بن يمين كان هاربا في الصحراء كان هاربا في الصحراء ومن الذي ألجأه للصحراء؟ الرومان بالضبط كم عدد الذين قتلوا بأسلحة الرومان من المصريين؟ وما الطريقة والتقنيات والأليات التي قتلوا بها؟ ده كانوا يوضعون في أجولة وتربط الأجولة ثم تلقى في البحر يموتون أحياء داخل جوال غارقين في قاع المياه وعشان كده الأعوام التي يؤرخ بها التاريخ لديهم يسموه مثلا عام الشهداء طيب من الذي أوجد شهداء؟ من الذي أثار هذه الدماء؟ وعمر بن العاص هل أتم مهمة الرومان؟ والآل الرسالة الشهيرة وأثبتها المؤرخون الثقات وأنا أحط كلمة المؤرخون الثقات بين قوسين لأن مهزم الذين يتكلمون لا يعدون إلى تاريخ مطلقا صحيح عمر بن العاص قال الأب بن يمين له العهد والأمانة والسلام فليأتي وليدبر حالة بيعته وسياسة طائفته واستقبل الأب بن يمين كأكرم وأرقى وأنظف ما يكون لاستقبال ولقبه الديني بالمناسبة الأب بن يمين يعني هذه كلمة سيدنا عمر بن العاص بالضبط وأعطاه يعني ما ينبغي له من المهابة والتكريم والتوقير هل الرومان كانوا يصنعون ذلك؟ وبدأ عهد حتى ما يسمى بتثبيت رئيس الطائفة الدينية قننت المسألة وبدأ دشن عهد من التعايش كل لفيما بعد بما يسمى بالعهد العمرية ومن دخل في الإسلام دخل طوعية بالضبط وعشان كده أنا كنت في مناظرة في معرض الكتاب مع أستاذ جامعي واخد برضو نفس المدرسة دي يعني فبرضو اجتمامت من كلامي معرض الكتاب القاهيري معرض الكتاب الدولي معرض القاهير الدولي الكتاب فهو برضو نفس الفكرة أنه الكيان الإسلامي كيان غريب عن المصريين وأنه يعني يحمد ربنا المصريين استضافوا هذا الكائن الغريب فقلت له حضرتك بتتكلم هل تعرف أن عدد الصحابة الذين عاشوا في مصر أو دفنوا في مصر 335 صحابي يعني أنت بتقول لي أصلا عمر بن العصر بالضبط السيوتي في حسن المحاضرة هو اللي قال هذا العدد نقلا عن المؤرخين الثقات طيب أنت عاوز تقول لي أنه يعني عمر بن العص كان وبعض الصحابة كانوا حالة عابرة قالوا المصر كده سلام عليكم ومشيوا ده عاش واستوطن هنا ومات ودفن 335 من الصحابة ده غير عشرات الأسماء من طبقات السلف الطبقات الأولى من العلماء والتابعين وبعضهم ذكر أنه تغزل في جمال مصر وحب سكنها وأن يموت فيها وبالتالي أنا يعني رددنا على هذه الفرية لكن يبدو أن الرجل بعد رواية النبطي كان يدخل شيئا آخر أخطر أنا عايز بس أفعال نقطة دي قبل أن ندخل في التفاصيل أكثر السياق التاريخي المد الزمني أليس دليلا على أن هؤلاء يفترون يعني إذا كان الفتح غزو يصورونه بهذه البشاعة هل هذا يستمر جيلا وراء جيل إلى يومنا هذا ويبقى أم هي الفطرة التي حبها الناس وتوالدوا وتكاثروا عليها يعني أليس التاريخ أكبر شاهد تكذيبي لهذه الفرة بالتأكيد أنه الاختبار الزمني ليس فيه صالحي لكن حضرتك بتقول الفطرة الإنصاط لنبض الفطرة وصوتها طب ما هم الآن يحتشدون لمسخ هذه الفطر يعني هو النهاردة لما حد يمرر لي في الفضاء الثقافي العام فكرة المثلية الجنسية طب وده تماشى مع الفطر لكن هو هيضطر هنا إلى تعطيل وإعاقة صوت الفطرة عشان الناس لا تعودوا لأن الفطرة تعني الدين والدين يعني الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليه قبل الفلسفات والمذاهب والمعتنقات والإيديولوجيات هناك صوت فطرة يعربط في أنفسنا ويرتفع بأعلى حنجرة ويقول هناك إله لهذا الكون وهذا هو الدين وهذه هي الثقافة الإسلامية فالمصريون لديهم هذا الصوت الفطري وحتى المسيحيين يعني أحيانا مش أحيانا يعني هم في سياق قيمي هم مسلمون بالمواطنة كان حد من السياسيين قالوا هذا الكلام شعارف مكرم عبيد يعني هم الأسر المسيحية جزء من المنظومة التي تحتاج إلى قيم يعني لا ينبغي اختراقها بهذا الشكل الشاس ده أنا أقول لحضرتك أنه في مطالع القرن الماضي في مصر مثلا كان المحامون اليهود في مرافعاتهم المحامون اليهود في مرافعاتهم يطعمون كل المرافعات بآيات من القرآن وينطقونها على أدق وأفضل ما يكون لأن هذه الحاضنة الثقافية الطبيعية والكلام ده فعلا قالوا مكرم عبيد ورعيل من هؤلاء لكن من الذي عريبي مثلا زكي عريبي زكي عريبي لكن هؤلاء يريدون أن يدسوا شيئا جديدا يمسخ هذه الفطر ويقوم بوضع بذرة حساسيات لم تكن موجودة طيب خلينا نقفز إلى لب القضية يعني علامات بارزة أو أمثلة على هذا الخلل الفكري أو كما سميته وحضرتك خلخلت أو حلحلت الثوابت منها قول هذا الرواعي الكبير مفترض بين هلالين أن المسجد الأقصى ليس موجودا في فلسطين إنما مكانه الطائف يعني هذه ليست مجرد كلمة هذا بحث تاريخي استقصائي يحتاج إلى جهود جبارة يعني حتى اليهود حينما دعوا أن تحت المسجد الأقصى هيكل سليمان لم ينكروا أن هذا المسجد الأقصى لم يقل يعني لم يقلها الصهائين أصلا يعني يعني كيف تجرأ هذا من أين دليله على هذا أولا لا بد أن نضع الأمور في سياقها النفسي لماذا فجر هذه المخاطرة الآن لماذا ليس قبل عامين أو ثلاثة أعوام أو خمسة أو ستة أعوام لماذا الآن يطرح هذا الأمر الفلسطينيون على الخط الساخن والأوضاع ملتهبة عند المسجد الأقصى هذه مسألة مهمة إنه عندنا أزمتان الأزمة الأولى هناك بعض الكتاب لما يحسون أن الأضواء تنحسر عنهم لا يكون أمامهم إلا ضرب الثوابت واستفزاز الحس الديني للمصريين حتى يضمنوا أن يكونوا مشغلة المجالس وحديث الركبان يعني هذه مسألة نفسية وعندنا عشرات الشواهد والأمثلة وأنا أعرف شاعره أنت قلت لي أحيانا أحيانا بيبقى البحث عن جائزة نوبل يعني أنا أقول لحضرتك حاجة محلية جائزة نوبل أصلا فيه شاعر أنا أعرفه وهذا الشاعر دواوينه الأولى حققت له شيئا من الذيوع والانتشار وبعدين مر بالفترة القاتمة لهؤلاء المحبطة اللي بنسميها انحصار الأضواء إن الناس ممكن تتكلم في القضايا العربية تتكلم في قضايا المنطقة في الأوضاع الملتهبة في الإسلام وفوبيا محدش فاضي لما يكتب هو لما قالته أو لرواياته أو ديوانه فصاحبنا يعمل إيه كتب ديوانا وملأه تشهيرا بكل رمز إسلامي طيب دفع بالديوان إلى الأسواق ولم يبع من الديوان إلا بضع نسخ فيعمل إيه كتب وأنا هذا الكلام على مسؤوليتي لأني كنت شاهدا على الواقع من بداياتي إلى نهاياتي كتب شكوى في نفسه هذا مجدف وزنديق ومتفسق ويضرب الولاءات والثوابت وحاذروا من فكره حط كده شكوى وملأها بالبهارات والتحبيش ورفع هذه الشكوى إلى مجمع البحوث الإسلامية كتب شكوى في نفسه طبعا حط النفسه اسمه حركي مش اسمه الحقيقي طبعا في مجمع البحوث الإسلامية لازم هنا نقول درس يعني حاجة نخرج بها من هذه الأزمات أحيانا يكون التجاهل حلا هو مش عاوز أكتر من البروباجندا والدعاية ففي مجمع البحوث تداولوا الأمر وعملوا اجتماعات وأصدروا بيانات خلاص حصل للرجل السكسي الإعلامي والذيوع الإعلامي الذي طلبه فبيعت نسخ الدووين ونفدت الطبع الأولى ودخل في الطبع الثانية وفاس بعد ذلك بجائزة عن شعر رث وردي لا يكتبه طلابنا في الجامعات طب الخوف يا دكتور الحسين احنا في نوافز هنا نعمل هذا الرواب أنا بقول لحضرتك هو الفكرة هي أزمة نفسية أنه فيه كاتب يحس أن الأضواء تنحسر عنه فيبقى الحائط الواطئ اللي الكل بيغتاله ويستبيحه هو الفكر الإسلامي ويبقى بالمرة ضرب الحس الديني واستفز مشاعر المصريين وخد السكسي الإعلامي الذي يريده والذيوع الإعلامي الذي يريده ضرب الحس الديني دي نقطة مهمة أو هذه الجملة مهمة أو أن احنا نقف عندها عشان دي مسألة هذا هو الرصيد الشعور بخطورة القضية عند الناس هو الذي يجعلنا دائما في حالة تحصين أو تطرس بالإسلام وبثوابت الإسلام هل هذا الاجتراء على ثوابت الإسلام القرآن والسنة والمسجد الأقصى ورحلة الإسراء والمعراج كما سيأتي وخلافه يعني هل المقصود منه تبريد على أقل تقدير تبريد الحس الإسلامي أو الشعور للناس الناس تاخد بقى على الاجتراء على الصحابة وبعدين الرسول وبعدين القرآن وبعدين رب العزة تبارك وتعالى في بقى أمر بنسمعوه وبينتشر على الفيس وعلى مواقع التواصل وفي الفضائيات يعني هل هذا مقصود بحيث أن الأذن المسلمة تتعود على هذا الاجتراء وهذا الافتراء بالضبط هذا مخطط متخابث وطويل المدى إنه لما تحدث بعد كده حالة الاستباحة تقابلها الضمائر بنوع من التبلد ما يبقاش فيه نوع من الاستفزاز أو الاستنفار الجماعي هو عاوز يصل بنا إلى هذه المرحلة وبالتالي هيفضل يستبيح ويفضل يضرب في الثوابت ويفضل يلوث الرموز بالأوحال بهذه الطريقة لغاية ما يصل إلى هذه المرحلة التي تتبلد معها الضمائر ويعطل الحس الديني تماما يبقى مررنا ومن ثم النموذج العلماني بالمفهوم الأتاتوركي وهذا ما يعد له في المنطقة هنا بقى أنا يعني عاوز أقول ده نحية في نحية أخرى مغزلة تل أبيب لأنه الآن ما هو الباب الملكي للعبور إلى الجوائز ما هو الباب الملكي لأن تلقي محاضرة في هارفورد أو ميتشيجن أو أن تصل إلى مثلا قاعة كبيرة أو تخاطب مثلا جماهير واسعة أو تفتح لك وتشرع لك الأبواب صحيفة بوزن الواشنطن بوست أو لوفي جارو أو الديريش بيجل تل أبيب هي الباب الملكي فلابد أن نغازلها بشيئة لأنه الفكرة دي تحمل تفريطا في حق تاريخي يعني ما طرح منذ ثلاثة أيام حصة إعلامية قد لا تستغرق نصف ساعة أو ثلث الساعة لكنها تفرط في حق تاريخي دفع آباؤنا وأجدادنا أثمانا ضاهظة الكلفة حتى يبقى في ضمير الجيل حتى كحقيقة تاريخية نحن لأخذنا المسجد الأقصى وللينة ملكية عليه وإسرائيل من مطالع الثمانينيات اعتبرت أن القدس هي العاصمة الأبدية الأبدية لهم ولا تفريط في هذا وجات المحكمة العليا هناك في إسرائيل سنة 93 وضعت بيت المقدس والمسجد الأقصى كآثار إسرائيلية تحت ما يسمى بأمناء الهيكل طيب وفي وزير لكنه مع ذلك وأنا بكرر ده وبأكده دكتور مع حضرتك أن لم يقل أحد فيما أعلم يعني من الكتاب أو السياسيين الصهاينة في أي مكان أن المسجد الأقصى ليس هذا هو المسجد الأقصى إنما هو في أي مكان آخر هل قرأت أن هم بيدعوا هذا للصهاينة لا طبعا هو هو تجاوزهم يعني هو هذا الكاتب تجاوزهم بهذه الفرية أقول حضرتك حاجة بعد الكاتب ده ما عمل هذه المغامرة الإديولوجية وهي مغامرة لا تخلو في تقديري من ملمح المراهقة الفكري لأنه لا حط قدامنا مستند ولا رجع لمرجع تاريخي موثق ولا احترم عقلية من يسمع أو من يتلقى ما فيش كلام من ده وليس أمامه مناظر يردو كأن المسألة ثرثرت مقاهي وكأن هذا الكاتب عرف بإقامة الصالونات ثقافة الصالون شيء وثقافة التاريخ شيء آخر في الصالونات الناس هتشرب كباتشينو وتعد تسمع وتاخد المعلومة بأريحية ولن يراجعك أحد فيما تقول لكن في علم التاريخ سياسية قابلة للنيجوشييشنز أو التفاوت طيب في علاقة بين هذا الكلام ونفيه كما جاء في رواياته أو كتاباته لرحلة المعراج أو الإسراء والمعراج برضو لا علاقة بالمسجد الأقصى بالتأكيد أولا تعال نشوف حضرتك وقال إيه وقال إيه كمان بعد هذه الحصة الإعلامية وبعد ما انفجرت موجة الغضب في وجهه حتى على صفحته الشخصية على الفيسبوك في واحد بيقول له لماذا تضرب الثوابت الآن يعني أنت بتضرب الثوابت ليه دلوقت هل هذا هو التوقيت الملائم طب ما تعمل الجهد ده وتصرفه للمصالحة ونزع الاحتقان من النفوس وإعادة اللحمة الوطنية وإعادة حالة الاستفاف بين الجميع وإنه ما يبقاش فيه دماء ويبقى فيه مصار إنمائي للأوطان يعني إيه أنت بتضرب الثوابت فيقول له إيه لأخلص الأمة من دوامات التدين وأنا أعمال كتبت قدامي كده على ورقة دوامات التدين يعني إيه دوامات التدين هل التدين يساعد عفونا دكتور معنا دلوقتي على الشاشة لأنه ده برضو من الحاجات التاريخية اللي بتاعي اللابس اشرح لنا طبعا هو دلوقتي الصورة دي يجري تسويقها الآن على أنها المسجد الأقصى وعلى فكرة كلام هذا الرواي يخدم هذه الرواية المغلوطة ده مسجد قبة الصخرة ليس المسجد الأقصى على الإطلاق للأسف الشديد يعني هذه الصورة التي يجري تسويقها في كل بيت على أنها المسجد الأقصى عملية إعلامية متعمدة بحيث لو دوري بالمسجد الأقصى الحقيقي فلن يدرك أحد حقيقة ما يدور هو اللي بيحصل لأنه بتيجي صورة مسجد قبة الصخرة على أنه المسجد الأقصى وللأسف هذا الحس الجماعي واضح في كلام الراجل يعني الراجل يقول ده عبد الملك بن مروان بان المسجد الأقصى طب هوقفه لو في حد يستوقفه هو أنت تقصد المسجد الأقصى ولا مسجد قبة الصخرة هو وحتى لما تشوف حضرتك استشهادته بعد كده على صفحته جايب مثلا رسالة لابن تيمية بعنوان اقتضاء الطريق المستقيم وكاتب فوقه وشاهد شاهدهم من أهلهم هذا هو المسجد الأقصى الصورة الغائبة الصورة التي لا يعرفها بالضبط هذا هو المسجد الأقصى الحقيقي بالأبواب العشرة بتاعته بالساحة المعروفة بتاعته وللأسف الشديد الخلط بين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة موجود عندنا كحس شعبي بسبب الصور التي يجري ترويجها وتسويقها وأنا لا أبرق الإعلاميين ولا النخبة الصحفية من هذا لأنه كان المفروض نوضح صحيح ولا أبرق المؤرخين المفروض كانوا يوضحوا ما فيش جامعة مصرية والعربية تخلو من قسم للتاريخ وإن إحنا نسوق المسجد الأقصى لأنه مسجد قبة الصخرة فجاتب الكاتب بقى ده بعد ما أثار الكلام المغلوط حطت على صفحته صفحة من كتاب رسالة لابن تيمية بعنوان اقتضاء الطريق المستقيم بيشكك في مسجد في قبة الصخرة الصفحة كلها بتتكلم عن قبة الصخرة طب أنا ماليو مع القبة الصخرة أنت كل كلامك كان منصبا على المسجد الأقصى وقلت لنا أنه المسجد الأقصى اللي إحنا عملين نذري في الدمع اللي هاتون عليه بقالنا عقود وسنوات مجرد خديعة وحيلة وإنما كان المسجد الأقصى الحقيقي في الطائف طب ما نرجع للآية كده وهو على فكرة بالمناسبة اللي بيجيب آيات ولا حاجة يعني هتلاقي حضرتك في الحلقة في الحصة الإعلامية اللي قال فيها هذه الطرهات الزائفة وهذا الكلام المراهق الذي لا يصمد أمام أي بحث تاريخي جاد يقولك زي ما نبي من الأنبياء أظن إبراهيم أو موسى ده كلامه هو أظن إبراهيم أو موسى أرني أنظر إليك فطبعا مفروض كان المحاور اللي قدامه يصحح له سيدنا موسى مثلا صحيح أفضل يقول أظن إبراهيم ويمكن موسى قعدنا كده خمس دقايق يراوح لأنه مش فاكر الآية ومش عارف أسباب النزول ولا فاهم حتى الآية بتتكلم عن إيه ورحمة ده أحرج المسألة إنه المقصود إن المسجد الأقصى اللي في فلسطين ده مش المسجد الأقصى ده وهم صنعه الأمويون واستمر هذا الوهم حتى الآن لكن المسجد طب المسجد الأقصى فين يا سيدي المسجد الأقصى في الطائف طب ما نرجع للآية الآية نفسها يعني لو في حد عنده أدنى حس للثقافة اللغوية هيفهم الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله يترى الطائف بورك حولها ده إحنا لما بنرجع السيرة أكتر مكان شهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعذيبا وإيذاءا كان هو الطائف صحيح لما أعد عشرة أيام سببت له حزنا ممضا مؤلما وكان يتردد على منازل ثقيف وخرج بجروح نفسية وجروح مدي يعني دميت قدمه ومولاه زيد بن حارثة جرح في جسمه ودمي جسمه أيضا فده يبقى مكان بورك حوله وبعدين لما نقول أنه في مسجد في الوقت ده في الطائف هو فين المسجد ده فين مكانه طيب لنريه من آياتنا وفكرة الأقصى الأقصى في اللغة يعني الأقصى بصيغة الأفعل يعني الأكثر بعدا يعني الآية بتقول لنريه من آياتنا وكأنه فيه تأكيد لطلاقة القدرة هتبقى تأكيد طلاقة القدرة أنه يتحرك من مكة للطائف ده الجمل ما يخدهش هو لم يجد أحدا يرد عليه لكن هو عبث كما قلت في أول حلقة بحقائق التاريخ والجغرافيا وهو أمثاله بأقصى الطرف أو أقصى الشمال أو اليسار كما يقول مخالفة فجة لتحريك المياه الثابتة أو الراكدة والأسف كل ده هيتحطي تحت حرية الفكر تحت الإبداع تحت تجديد الخطاب الديني يعني هم هؤلاء الذين يجددون الخطاب الديني بكسر الأعمدة التي قام علي الإسلام وطرح مفاهيم جديدة كما قلت أنه دي خريطة فكرية جديدة بتصنع للمنطقة أنا لأسف وقت الحلقة انتهى ويعني مش عارف أقول حضرتك أنا عرصة أقول حاجة أخيرة يعني في حدود ديئتين دي موسوعة ويريد كده يعني بالكلوز الموسوعة دي كتبها رئيس التحاد كتاب فلسطين السابق موسوعة بيت المقدس موسوعة بيت المقدس لفؤاد إبراهيم عباس عليه رحمة الله تقع في عدة مجلدات وأجزاء وتتقصى تاريخ القدس موضعا موضعا يريد موسوعة بيت المقدس أنا جايب هنا الجزء الثامن ده بيقع في عدة مجلدات نهايات يعني هو كاتب هنا يعني في التراث الإسلامي ونهايات حرف البقى لأنه برتبها على أساس حروف المعجب يعني الأماكن اللي بتبدأ بحرف الألف الأماكن اللي بتبدأ بحرف ده علم فأنا بنصح هذا الكاتب أنه يقرأ هذه الموسوعة ويبص فيها قبل أن يظهر على الناس بهذه الفضائح التي تعكس ضحالة الفكر وتعكس ضعف الولاء وتعكس رسائل سياسية شديدة السمية يبرق بها إلى الكيان الصهيوم دكتور هل تعتقد أننا كده خلصنا الكلام في مثل هذه الحلقة لا طبعا إحنا لسه نحتاج إلى دي كلها تعتبر مقدمات خطورة هذا الأمر الحقيقة أننا يعني نحصن أو نحاول أن نقوم بعملية تحصين فكري ونفسي لجمهارة واسعة جدا من المسلمين المشغولين بقضايا ربما تكون أقل أهمية من هذا الذي يطرح علينا الأستاذنا الدكتور حسام عقل فانتبهوا لدينكم وتحصنوا وتترسوا بإسلامكم في مثل هذه الأيام إحنا لم نشتم أحدا ولا نجرح أحدا إنما نطرح ما يقال على الملأ في بعض الفضائيات لكنه يخصنا كمسلمين ويخصكم أنتم يخص الأمة يخص كل الذي ينتمي إلى هذه الأمة فلذلك كان لزاما علينا أن نطرح هذه الأفكار بكل أدب هو معهود عن هذه الشاشة والدكتور لأن إحنا ما فيش خصومة شخصية بيننا وبين أحد مهما كان تطرفه ومهما كان إنقاره وجحده هو يعني يفضي إلى ربي سبحانه وتعالى حيا أو ميتا لكن يبقى هذا الكلام الذي ربما ضلت به أجيال في رقابنا أن نوضحه إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بانكشاف هذه الغمة الفكرية والنفسية عن أمة الإسلام في نهاية الحلقة بشكر أستاذنا المفكر الإسلامي الحقيقي الكبير والجميل دكتور حسام عقله عضو هائل تدريس جامعة عن شمس أشكرك دكتور بردك الله فيك ولسه لنا حلقات مهمة جدا شاء الله وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة معد الحلقة محمد جابر مخرجنا محمد أسام كل فريق التصوير كل اللي اشتغلوا معنا وفي هذا البرنامج الذي أسعد بتوجدي فيه مع حضراتكم برنامج نوافذ قبل ساعة من الآن كل أحد على الهواء مباشرة على قناة الندى نطل من نافذة جديدة من هذه الشاشة المباركة أنا مصطفى الأزهري أحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة